عشر أطعمة صحية مصدر بروتين نباتي ثلاث الأصوات متوسط خمسة أخماس لا تذهب بدون مشاركة عشر وصفات غذائية صحية مصدر البروتينات النباتية مثالي للنباتيين ما هي البروتينات النباتية البروتينات هي إحدى المغذيات الكبيرة التي يحتاجها الجسم تدعم البروتينات تكوين العضلات أثناء الأنشطة الأيضية يتم الحصول على البروتينات التي يحتاجها الجسم بشكل عام من الأطعمات الحيوانية ومع ذلك قد يكون هناك من يرغب في الحصول على البروتينات من مصادر نباتية من وقت لآخر خاصة أولئك الذين يعيشون وفقا لنظام غذائي نباتي يقضون وجباتهم مع مصادر البروتينات النباتي تحتوي بعض النباتات أيضا على البروتين أولئك الذين يرغبون في تناول وجبات خالية من اللحوم قد يفضلون الأطعمات الغنية بالبروتينات النباتية نقطة نود أن نجيب على سؤال ما هو البروتين النباتي في عقلك من أجل تناول الطعام بوعي ودعم تكوين العضلات يمكنك منع حالات مثل فقدان العظام وفقدان العضلات والتي من المحتمل أن تحدث مع تقدمك في السن وذلك بفضل مصادر البروتين النباتي التي نوصي بها في قائمتنا لعيش حياة صحية بجسم أقوى أسرار التغذية التي تحتاج إلى تعلمها معك الآن 1- الحنطة السوداء الحنطة السوداء هي حبة تخفي البروتين في كل حبة هذا الطعام المغذي والمرضي للأنظمات الغذائية النباتية هو أيضا من بين مصادر البروتين للنباتيين كونها خالية من الجلوتين ميزة إضافية أيضا يمكنك قضاء وجبات مناسبة عن طريق إعداد السلطات للاستفادة من الحنطة السوداء 100 جرام من الحنطة السوداء تحتوي على 13.3 جرام من البروتين يعتبر هذا الرقم مثاليا تماما من قبل الخبراء ما هي فوائد الحنطة السوداء؟ كيف تستعمل حمية الحنطة السوداء؟ 2- العدس 3- يعد العدس أحد مصادر فيتامينات باء 4- ويخلق نكهات مختلفة من خلال استخدامه في العديد من الوصفات المختلفة 5- يلبي الكثير من الناس احتياجاتهم من البروتين بفضل أطباق العدس التي تختلف من حساء إلى سلطة 6- بالنسبة لأولئك الذين يسألون من أين يحصل النباتيون على البروتين 7- يوصى باستخدام العدس الأخضر والعدس الأحمر 8- يمكنك تناول وجبات لذيذة مع العدس 9- أغنى البقوليات المجففة والعدس الأحمر وفوائدها 3- البازيلاء 4- البازيلاء هي طعام مغذي يسمى كرات البروتين الصغيرة 5- له هيكل يبقيك ممتلئا ويمنحك الطاقة 6- تعتبر البازيلاء مصدرا مهما للألياف 7- فهي تلبي احتياجات البروتين أثناء اتباع نظام غذائي 8- إذا أتعدت عن أطباق اللحوم وتفضل الأطعمات النباتية يمكنك إضافة وصفات لذيذة مع البازيلاء إلى وجباتك 8- فوائد من البازيلاء ستدهشك 4- بذور اليقطين أولئك الذين يستهلكون حفنة واحدة من بذور اليقطين يوميا يحصلون على 2.44 جرام من احتياجاتهم من البروتين بطريقة عشبية من المعروف أن بذور اليقطين تعمل على تنشيط الأمعاء وتمنح الجسم الطاقة تستحق بذور اليقطين التي تستهلك كثيرا خلال ساعات الشاي والقهوة أن تدرج في قائمة الأطعمة التي تحتوي على بروتين نباتي 1- حفنة من بذور اليقطين كل يوم الفوائد والسعرات الحرارية والقيم الغذائية 5- بذور الشيا بذور الشيا التي تستخدم على نطاق واسع في وجبات النظام الغذائي يتم استهلاكها لمنع فقدان البروتين بفضل بذور الشيا في الوجبات الخفيفة أو السلطات يتم أخذ دعم البروتين وتسريع نمو العضلات إذا كنت تمارس الرياضة وتتبع نظاما غذائيا غنيا بالبروتين يمكنك أيضا تناول بذور الشيا مع الحليب أو الزبادي وأحيانا في السلطة ما هي بذور الشيا المعجزة؟ وصفات مذهلة مصنوعة من الشيا 6- الكينوة الكينوة هو الغذاء الذي لم يسقط من جدول الأعمال في السنوات الأخيرة 7- يعد كل من هيكل الألياف ومحتوى البروتين أحد الأسباب التي تجعل هذا الطعام محبوبا 8- الكينوة وهو اختيار أولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا والذين يرغبون في الحفاظ على شكلهم 9- يساهم في الأداء الصحي للأنشطة الأيضية من خلال تناول الكينوة باعتدال وبشكل منتظم يمكنك الاستجابة لإحتياجات الجسم من البروتين ما هي الكينوة؟ كيف تستعمل؟ 8- وصفات لحمية الكينوة 7- دقيق الشوفاني أصبح الشوفاني الذي يحتل مكانا رائعا في التغذية النباتية المكون الرئيسي للوصفات الصحية 8- الشوفاني مفضل لأنه مصدر للبروتين ويمنح الجسم الطاقة 9- عندما تستهلك أطعمات الشوفاني فإنك تحمي مقاومة جسمك بأخذ دعم البروتين النباتي 10- يمكن لأولئك الذين يقلعون عن عادة تناول الخبز أن يزيد ومن تناولهم للبروتين عن طريق اختيار 10- منتجات الشوفاني 11- كيف تأكل وطاهي دقيق الشوفاني 8- وصفات حمية صحية وسهلة 8- اللوز اللوز هو أحد الأطعمات التي تحتوي على البروتين النباتي 10- يستهلكه الكثير من الناس باعتزاز سواء مع الحليب أو كوجبة خفيفة 11- يحتوي اللوز على مستويات عالية من الزيوت المغذية والبروتين 12- إذا كنت تستهلك حفنة من اللوز خلال اليوم 13- تحصل على 4.65 جرام من البروتين 14- ما هي فوائد اللوز؟ 9- حليب الصوية 10- تعتبر المنتجات التي تحتوي على فول الصوية من بين الأطعمات المفضلة للنباتيين وأولئك الذين يحافظون 11- على قوامهم 12- حليب الصوية هو واحد منهم 12- إذا كنت تفضل الابتعاد عن الأطعمات الحيوانية 13- يمكنك شرب حليب الصوية 14- بفضل البروتين الموجود في حليب الصوية 14- يمكنك تقوية عظامك 15- تذكر أن هناك 4.6 جرام من البروتين في كوب واحد من حليب الصوية 15- ما هي فوائد حليب الصوية؟ 16- بديل خالي من اللاكتوز لحليب البقر 16- السبانخ 17- وهو أحد المصادر المهمة للحديد 17- مذكور أيضا في قائمة مصادر البروتين النباتي 18- نظرا لإحتوائه على نسبة عالية من الألياف والبروتينات 18- فهو يساعد أولئك الذين يقومون بعملية التخصيص 19- عندما تستهلك 100 جرام من السبانخ المطبوخة 19- ستحصل على 2.81 جرام من البروتين لجسمك اشتركوا في القناة